السلام عليكم ابن العاصمة رانا التناش سبتمبر 2020 نحن كجزائريين وطنيين يجب أن نستعدوا الوحد اليوم راهوا ليك جاي اللي هو اول نوفمبر 2020 هذا اليوم و لهذا النهار اللي راح يكون يوم عظيم و راح يندخلوا في مواجهة مفتوحة ضد العلمانيين نيفرونكو بارباريس الدعاة الامازيغية يعني هذا كل نهار لا محال راح يكون الخيط الابيض بجيهة و الخيط الاسود بجيهة و رايحين يبانوا شخصيات وطنية مع الخيط الابيض و شخصيات وطنية مع الخيط الاسود و لازم الوطني الجزائري يعلم انه معظم الشخصيات اللي راه متواجدة في الساحة كلها تركع للامازيغية او للدعاة الامازيغية يعني احنا كشعب راح نتكلوا على الله عز وجل و نتكلوا على انفسنا حبيت نحكي لكم واحد القصة ناخده منها العبرة القصة تحكي على واحد الشابة و لجانفي هي شابة جميلة او جذابة زادت في العز و تربات في العز و كبرت في العز بابها تاجر كبير و عنده مصانع و محلات تجارية يعني يكاسب ما شاء الله و عنده الاف داع الخدامين و للعمال و موظفين لكن كون بارازار هاد الطفلة و لهاد الشابة الجدابة طمع فيها راجل راجل كبير في السن و مسؤول في الدولة و عنده سلطة مطلقة يعني بوفوار و الطفلة هاديك ما تعرفوش و مش يسانع به لكن بين ليلة و نهار طحت المصيبة على عائلة البنت في ليلة و نهار الدولة باسم السلطة قامت بغلق كل شركات المصانع و الإدارات تعبابها و بلا حتى سبا و حبسوا الالاف تاع الخدامين هادوك بالشركات و المصانع و الإدارات و في نفس الوقت يتقدم واحد الراجل اللي هو محسوب على الدولة و يروح يتكلم مع الطفلة هاديك و مع الشابة كأنه يحب الخير للطفلة هاديك و جاي ينصحها قال هالمشكلة لتعكم هذا كان واحد الراجل برق اللي يقدر يفريها لكم و ينحي عليكم هذا اللغبينة قالها الراجل هذا طيب و إنسان هايل و اتحق و ما يحبش الظلم و معلوم طفلة ما عندهاش خيار خدهت بالكلام و بالنصيحة اللي قدمها لها هذك الراجل و راحت عند اللي يحللها المشاكل تاحا راحت بنيتها و هي مع لبلهاش باللي هذا اللي رح يحلها المشاكل تاحا و هو والد لها المشاكل و دخل عنده للمكتب و حكيت له المشكل تاحا و قال ها نقدر نحلك هذ المشاكل لكن بشرط قتله شنو هو الشرط قال هاتت زوجي بيها و هذا يا هذا الراجل هو قد جدها هي قتله مو حال قال الهام ما لا تبقى وهكذا في المشاكل هذة وتتخبطه هي ما قبلتش و خرجت من المكتب بتاعه لكن دارت دارت و عودت رجعت ليه و قالت وراني قابلة باش نتزوج به وتحللنا هذ المشاكل تزوجت به و هي مشي كامل حاملاته حتى الخزراء ما تقدرش تخزرها فيه تزوجت به و رحت معها لداره و كما كمل العرسان و غضوة من ذاك الشركات و المحلات كل شفتح و الخدامين رجعوا يخدموه و شنو هو المشكل ل الخدامين كيوين لو للخدمة تاحهم بدو يعيطو تحيا العدالة تحيا العدالة لكن هما معلبن هنش بليو كاين واحد الانسان لحموه يتقطع على جل العدالة لما يعيطوا بها هما ما لابن هنش بلي المرأة كيو كانت مع رجلها في الشامبرة بلي الروح تحيا خرجت منها وبقات هي مزوجة به وبقوا هما يخدموه و ما زالهم يامنوا بالعدالة شاهدت على هذ القصة اللي تخلينا باش ما نمنوش ما نمنوش بالنتائج لازم نعرفوا الاسباب كاين امور كتيرة راه مخبية و كاين نتائج كتيرة تصرنا ولانا فرحوا بها صح ما نعرفوش علاش جيو هاد النتائج حنا الجزائريين رانا مقبيلين على واحد نوفمبر 2020 وهد اليوم صح رح يكون يوم تاريخي ولازم صح نكونوا مستعدين لهادك النهار لان المواجهة رح تكون مفتوحة كاين كتير من الجزائريين عندهم كترة من عام هما ينشطوا خاصة في امور تاريخ الجزائر لتاريخ المغرب العربي ديروا مليح في بالكم بللي هادك المنشورات اللي كنت تقرأوها كلها حقيقية لازم تعرفوا حاجة الزواف يعرفوا هادك الشي كامل ويعرفوا كتر منها وعلى بالهم بللي هادوك المنشورات كلها حقيقية وعلى بالهم بللي المغرب العربي عربي وجاي في الوطن العربي وعلى بالهم ان هادو الصراع عنده الاف سنة بين العرق السامي والعرق الاري يعني بين احنا كعرب وبين الروم ولا الرومان ليهو مادو كاوروبا او تقدر تقول كل الغرب وهاد الناس اللي راهم ليك مردوعة الامازيغية هادو خاوانة لا محال خاوانة هادو ناس عملاء قدروا بالحيال والتشيطين تتحهم يأطروا على بعض من الشعب الجزائري لكن في 1 نوفمبر 2020 راح نشاهدوا تغيرات كثيرة لانو الزواف لفرنكو بارباريس نقدروا نقولوا اول مرة في التاريخ راح يلقوا وشكونا حيواجههم وما الفين وحدهم كانوا لاقلين راحتهم اما الان الوضع تغير والشعب توعى وهدي نعمة من عند الله راح يكون في المستقبل ان شاء الله المواجهة مع الزواف فكريا وسياسيا وتفكروا القصة اللي حكيتها لكم لازم نصوفيو المرأة هديك لازم نقضيو على هاداك الراجل لو حكم المرأة مليد اللي توجعه ما لازمش نخرجو نقولوا تحية العدالة لا معلبنا كيفاش جات العدالة سبحانك الله و بحمدك نشهد ان لا اله الان نصطح في الورقة و نتوب إليك السلام عليكم